اعمال ترميم وتأهيل ورفع كفاءة ضخمة لجهود مصرية خالصة بتوجهات من القيادة السياسية قادتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ملحمة أبدعها المهندسون والخبراء والفنانون المصريون شملت الأعمال كافة تفاصيل مسجد السيدة زينب رضي الله عنها صاحبة المقام الساحة الخارجية بالكامل كسيت بأجود أنواع الجرانيت أما زيادة عدد الأبواب تجنباً لتدافع المصلين والزوار في أوقات الذروة هواءة المسجد من الخارج كسيت بالكامل بالحجر المزخرف بالعقود بأشكال بروازية وفي الساحة الخارجية للمسجد ضريح الشيخ العتريس والعيدروس محمول على ست أعمدة من الرخان يعلوه قبتان صغيرتان ويعلو المسجد مئذنته الزينبية وقبة المقام كمنارة مضيئة للعمارة الإسلامية هي الأروع والأجمل ومن المدخل الرئيسي نبدأ أول خطواتنا داخل المسجد لنلحظ من أول وهلة تلك الطفرات الهائلة التي ستزيد من رونق المسجد وروعته الأقواس وهي المعلم الأبرز للمسجد الأعمدة الرخامية بتجانها المبهرة تتدلى منها الدليات والمشكوات النحاسية تلك شخشيخة رائعة الجمال بنوافذها الصغيرة تتدلى منها النجفة الكبيرة المشهورة بقنديل أم هاشم المنبر الجديد من أهم العناصر التي روعي فيها روعة التصميم وأعيد للمسجد القديم روعة محرابه وكسي المحراب الرئيسي في منتصف المسجد بأنفس أنواع الرخام وحفرت عليه آيات قرآنية كريمة ودكة المبلغ الحوائط الداخلية تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية تمهر النظرين ونصل إلى المشهد الشريف مقام السيدة زينب رضي الله عنها حيث مدخل الضريح الذي تعلوه عتبة مزخرفة ومذهبة وقد تم تجديد وتذهيب المقام بأنفس الأحجار الكريمة والنفيسة وقد روعي في تجديد المقام وترميمه من الداخل الحفاظ على طابع المهابة والفخام الذين يملآن الوجدان شوقاً والنفس مهابة وإقلالاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة